إذا تقلب على كيكة تكون معلقة ومشربة ومشربة بزافة فعليك بهذه الوصفة تأتي خطيرة شاهدوا معي ما شاء الله على ما نظر كيف يحدث تبقوا معي الطريقة و لا تنسوا ما من لايكاتكم و تشجيعاتكم و لا تنسوا ما تنضموا الحساب و هذه الحادقة باش تبقوا دائما توصلوا بالوصفات و الشيوات التي نشاركها معكم و نبدأوا على بركتي الله سنحتاج في المكونات قبيصة الملحة و جوج حبات البيض و كاس لاروب دي السكر خاشن نمزج هذه المكونات مزيان و من بعد نضيف كاس لاروب ديال الزيت و نضيف أيضا كاس لاروب ديال حليب يكون بدرجة حرارة لما تبخ تقريبا جوج مع القصغار ديال كاكاو المر يكون نوعية جيدة بشها كيعدكم المادة قبنين و نصف مع القصغيرة ديال القهوة سريعة الدوابان سوف نمزج هذه المكونات مزيان و نضيف جوج كؤوس ديال الدقيق الأبيض اللي يكون مغربة لمن قبل مع جوج خمارة ديال حلوة سوف نمزج هذه المكونات اللي يكون تقيل و شوفوا معي القوام ديال و كيف يكون داير سوف نضيف واحد المعلقة كبيرة ديال الخل مع نصف كاس ديال ما اللي يكون طايب يعني الماغليان طالعة في السبولة بحالي لا بغن نتعمروا بها اتا يعني ماشي غير دافي المال اللي يكون سخون سوف نمزج هذه المكونات هذو مزيان ما بديتهم هذ الخل مع المسخون كيعطاء واحد لها شاشة و واحد الخيفة رائعة بزاف خديت واحد المول اللي غدي دخل الفران كان دهنوه بالزيت او لبز بذلي كان متوفر و كان فرغ فيه الخالي يدي الكيك و كان دخلها كطيب على 180 دراجة انا شعلت عليها من الاسفل و من الاعلى دفعة وحيدة انتو ملكتو غدي تطيبوها فرن غازي فالنار تكون مهيلة و غير من الاسفل حتى تطيبو شعلوها من الاعلى من بعد كنا اخذ جوج معلقة دي السكر معلقة كبيرة دي الكاكاو موري يكون نوعية جيدة نص معلقة كبيرة دي القهوة سريعة دوابان و واحد الكيس دي السكر بالنكاد الفاني و معلقة كبيرة دي نشان نذاك الشي اللي بقى عندي فديك الباكي دي نشاستو كامل تقربا معلقة كبيرة اللي غدي تحتاجوا لان الخالط يخصو يكون خفيف اضفت نصف ليتر ديال الحليب غير بالتدريج و مزرجت المكونات ديالي حتى تنفق من النار مع التحريك المستمر حتى كتعقد لي لاصوس ديالي و كتبدا كتغلي كنحصر على العب هات شكل هذا كنضيف لها تسعة ديال الحبات ديال شوكولاتة انا درت غير باديل شوكولاتة لكان عندكم شوكولاتة نوعية جيدة فتقدروا تستعملوها مهم تقريبا لقياس ديال خمسين جرام صافي من بعد ما خرجت الكيك ديالي من الفران طابت وتنفخات ما شاء الله كتجيه شي شو رائ كنحاول نتقبها مزيان مزيان و من بعد كنفرق فيها ذاك الخاليط اللي كنخلي حتى يدفع ما كان ما كان خويش فوق منه هو سخون و الكيكا حتى هي سخونة الكيكا كان يخرجها من الفران وهذاك الاصوس كنخلي حتى يدفع يعني تقدروا انكم تخشيو في الاصبوع ديالكم وتحسو بيه بانه محرق كمش صافي من بعد كننجيب الشوكولاتة يعني الطريقة ديال زين كتبقى اختيارية انا جبت الشوكولات نوعية جيدة وبديس هكا كننجروا بهذا الادات هادي باش كتنقيو الخضرات ديالكم و من بعد كنجيب شوية ديال شوكولاتة بيضاء يعني اخديتها هكا كجاهزة مع شوية ديال القرقاع كنزيل كدالي و كنحصل عليها بهذا الشكل هذا هاد الكيكا هادي غير سجلوها عندكم وفين ما بوتو تحلو فروسكم و تديرو شي كيكا تكون معلكة و مشربة مزيان فاجربوا هاد الك شوفوا ما شاء الله غير من تقطيعها كيفاش كتبان صافي هنا غدي نوريكم واحد طريف كان ناخذ واحد طريف شوفوا معي كيفاش كيجي ما شاء الله كتجي كلها متشربة و كيجيو ديال كل حفيرات اللي درنا في هديك الكيك معمرين بهذه كلاسوس صراحة كان عطيها عشرة على عشرة و انتم ما قولوا لي في التعليق شحل غدي تعطيوها ما تنسونيش من لايكاتكم و تشجيعتكم و انضموا الحساب عنوال حدقة بشبقوا دائما توصلوا بجديد الوصفات و الشيوات و الى لقاء فيديو قادم ان شاء الله